إذن على هذا الطالب أو السائل عندما يستنظر الجهل حتى عندما يحكي له الشيخ الأقوال لا يظهر أنه يعرف ولذلك كان بعض العلماء السابقين يقول إن أحدهم يحكي للحديث عن الكلام فأظهر تعطشي له كأني لم أسمعه مع أني أعلمه قبل أن يولد المتحدث حجيب إني لأسمع الحديث من جليسي فأسمعه متعطشا كأني أول مرة أسمعه مع أني أعلمه قبل أن يولد المتحدث هذاك مساكيين يتكلم مع العالم ويظن إن قال يسعطي معلومات جديدة من طريف ما ذكر لي أحد الأصدقاء رجل فاضل حفظه الله تعالى يقول في أحد المرات علمت أن معلومة عن النمل معلومة عن النمل معلومة علمية حديثة فقلت سأخبر شيخنا الخليلي بخبر شيخ أحمد الخليلي عن هذه المعلومة لأجل أنه يذكرها في المحاضرات وأحصل أنا على أقر وثواب فذهبت للشيخ وأخبرته قلت للشيخ الله تعالى يقول فكذا كذا الآية القرآنية وهذا العالم يقول كذا وكذا 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 فأنا حبيت أن أخبرك لأجل أن تستفيد من هذه المعلومة وتذكرها للناس في المحاضرات فسمعت الشيخ انظر إلى الأناه لم يقاطعه قال أولا لقد أخطأت في قراءة الآية القرآنية القرآنية ما تقرأ بهذه الطريقة وقرأ له الآية بصورة صحيحة قال له ثانيا العالم الذي ذكرته ما هكذا اسمه اسمه كذا وكذا من جامعة كذا وكذا والمعلومة بدقة واحد اثنين ثلاثة أربعة لاحظ لكن الشيخ يسمعه كأنه يسمع كلاما لم يسمعه من قبل فإذن إذا كنت انت طالب سائل لا تظهر لا أيوة أيوة نعم يعني الشيخ يتكلم وتتحاول تقاطع وتتبين أنك انت عارف أنا أعرف أن المسألة فيها خلاف وأعرف أني فيها أقوال لا لا ما يصير كذاك بالعكس وإن علمتها فأدي الجهل لماذا؟ لأن إبداء الجهل فرصة أن الشيخ يستمر ويسترسل في الحديث ويعطيك معلومات أكثر لكن لما تظهر لأنك عالم يقول خلاص ما شاء الله عليك تظهر هذه المسألة انت فاهمنها وعنها وكما يقولوا طابقنها وخابزنها فما يحتاج أن نطيد فيها الكلام ترجمة نانسي قنقر